شارك وزير الخارجية وشؤون المغتاربين الدكتور سيع الزنداني في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة وبحث الاجتماع بمشاركة وزارة خارجية الدول العربية والإسلامية العدوان الإسرائيلية المتواصل على فلسطين ولبنان منعكاساته على المنطقة والتحرك زائي وسعي لإصدار قرار أهدف لوقف للعمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني كما ناقش الاستماع جدوى الأعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة الطارية